مشاهدين الأكارم الجزائر تنتج أول دفعة من لقاح كورونا بالجزائر وبالضبط بقسنطينا لمناقشة هذا النجاح أو هذه الخطوة التاريخية أسعد باستضافة كل من الدكتور بشير علواش مدير النشاطات الصيدلانية والضبط بوزارة صناعة الصيدلانية أهلا ومرحبا بك معنا دكتور علواش مساء الخير سيدي مساء الخير لكل مشاهدي قناة النهار شكرا على الاستضافة مرحبا بك كذلك أرحب بالدكتور بن هازين محمد أمين خبير في المواد الصيدلانية البيولوجية بوزارة الصناعة الصيدلانية أهلا ومرحبا بك معنا دكتور بن هازين مساء الخير أستاذ ونشكركم مع الدعواش نبدأ معك مباشرة دكتور علواش إذن نجاح وخطوة تاريخية أكيد الجزائر تنجح رغم المنافسة الشرسة في إنتاج لقاح سينوفاكا الصيني بالجزائر ما هي المكاسب الاقتصادية لهذا المشروع؟ يعني حقيقة هو نجاح للجزائر بالفعل ولقطاع الصناعة الصيدلانية يعني بعد خطاب السيد رئيس الجمهورية في 18 فبري 2021 وين أعلن عن تكليف وزارة الصناعة الصيدلانية لتوطين إنتاج اللقاح يعني الوزارة باشرت مباشرة يعني بتعيين لجنة على مستوى الوزارة لجنة وزارية مشتركة تضم خبراء من الوزارة خبراء من ممثلين عن وزارة الخارجية ممثلين عن الوكالة الوطنية للأمن الصحي ممثلين عن الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية ممثلين عن مهد صيدل وأساتد جميعين وخبراء في مجال الصيدلاني يعني في بداية سنة 2021 يعني الشركات العالمية عرفت تنافس تنافس في الإنتاج رغم يعني نقص بعض القدرات يعني الشركات الكبيرة رغم قدراتها لم تكن بإمكانها يعني تلبية كل حاجيات يعني اللي قد تخدموا بها كل دول يعني الذهاب إلى إنتاج اللقاح وطنيا يعني راح هو مكسب لتحقيق السيادة الوطنية والأمن الصحي وثانيا مكسب اقتصادي يعني اللقاح المنتج محليا يكلف حوالي 60% أقل من اللقاح نفس اللقاح المستورد يعني هذا مكسب اقتصادي يعني إنتاج اللقاح يعني مروا بعدة مراحل بعد مباشرة تكوين هذا اللوجين القطاعي قاموا بمفاوضات مع الشرك السينية باجتماعات عن طريق تناظر المرء عن بعد لدراسة كل التفاصيل وتجشيد هذا المشروع نعم طيب نحن نعرف أنه دواء لما يصنع هنا مثلا في الجزائر يقول لك هذا دواء جنيس لأنه تابع المخابر يعني أجنبية بخصوص اللقاح هل هو نفسه يعني دواء اللي رأنا نستوردوه يعني من الصين أم أنه لقاح جنيس ربما هذا سؤال مهم يعني مدى بنا تقرح يعني سؤال مهم ووجه يعني إحنا يعني في هذا الحصة يعني راح أعطينا فرصة باش نعلموا المواطنين بأن لقاح المنتج محليا هو نفس اللقاح مستورد من الصين من الفعالية وتركية كل صين وهذا يعني بعد يعني وصول الخبراء الصينيين في أواخر جوية وبداية أوت وين رافقوا مجمع صيدال يعني لتجشيد هذا اللقاح وأجروا كل تجارب والخبرات على فعالية وجودة وسلامة هذا اللقاح يعني في مفاوضات مجمع صيدال مع الشريك الصيني النقطة يعني من بين النقاط هو التسمية يعني إعطاء العلامة التجارية لهذا اللقاح المنتج محليا في بداية يعني باش نكون صراحة شريك الصيني لم يكن يعني لم يقبل بهذا الاقتراح ولكن بعد مفاوضات بعد مفاوضات وبعد الخبرات أعطت ترخيص لمجمع صيدال لاستعمال العلامة التجارية كورونافاك وهذا دليل على ثقة ثقة شريك الصيني في الجزائر هو شريك تاريخي أكيد بطبيعة الحال شريك تاريخي في الجزائر في الصناعة الصيدانية وفي مجمع صيدال اللقاح المنتج محليا هو نفسه يعني لما تلقح ولا نستعملوا اللقاح كورونافاك منتج محليا أو صيني نفس نفس ونفس اللقاح ورح يتكتب كورونافاك نعم طيب بوسط بيكال أنا نتكلمه دكتور بن هازيل بخصوص قدرات الإنتاج هذا المصنع يعني لو تعطينا تفاصيل أكثر حول قدرات الإنتاج يعني يوميا شهريا وسنويا كما أذكر زميلي الدكتور علواش كان فيه زيارة بحثة صينية نعم لدراسة مدى جاهزية المركب صيدال لإنتاج هذا اللقاح وكان فيه تقرير عن مدى جاهزية وفريق صيدال كان شرع مباشرة في وضع خطة عمل من أجل تطوير المعدات والتجهيزات اللازمة من أجل التحاق بقدرة إنتاجية يومية تعادل تقريبا 320 ألف جرعة في اليوم اليوم يعني ما هو ما يعادل 2 ملايين جرعة في الشهر وتقريبا 96 مليون جرعة سنويا هذا بمدة عمل يعني متوسطة قدرها 8 ساعات يعني مناوبة واحدة 8 ساعات إذا كان في إضافة في عدد المناوبات يعني نروح إلى 2 مناوبات ولا إذا كان فيه طالب كبير 3 مناوبات مثلا في الحالة تعتني المناوبات نقدر نروح إلى 200 مليون جرعة من لقاح كورونا في السنة في السنة سنويا نعم بخصوص جرعة سنويا بشروحوا إلى تصدير إن شاء الله إن شاء الله أما فيما يخص البرنامج المسطر من طرف سيدال رح نبدأ إن شاء الله بمليون جرعة في شهر أكتوبر 2 مليون جرعة في شهر نوفمبر 3 مليون في شهر ديسمبر لنصلها في بداية العام يعني شهر جنوبي إلى 5.8 مليون جرعة يعني رفع من الإنتاج تدريجيا تدريجيا لنصلها إلى 8 ملايين إن شاء الله 8 ملايين طيب نأود إليكسي بن هازيل أنت أكيد أنه حضرت كل المراحل الخاصة بهذا المشروع اللي هو مفخرة بالنسبة للجزائر تكلموا على الآن عن الدفع الأولى التي سيتم إنتاجها ابتداء من الغد بمصنع قسنطينة هذا الدفع هل رح توجه مباشرة للمستشفيات والمصالح الصحية للاستهلاك لبداية التلقيح بها أم أنه ورح تخضع للتجارب والاختبارات أكيد الدفع الأولى هذه تم استيلام حوالي ألف لتر ما يعادل 1.7 مليون جرعة كدفع أولى يوم 27 أوت الماضي وبالتأكيد الجرعات التي رح تنتج في الأول رح تخضع لما يسمى بمراقبة الجودة يعني مراقبة الجودة هذه عملية إجبارية بعد مرحلة الإنتاج لازم يجوزوا بمرحلة مراقبة الجودة ومراقبة ثبات يعني لازم نتأكد من أن هالمنتج رح ثابت يعني خصوصيات الجودة تبقى ثابتة طيلة مرحلة الاستعمال لنك أكيد مش ممكن حالا هتستغرق من وقت ربما يعني في دراسات ثابت يعني لازم يعني 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 رح يستغرق وقت ما بين شهر إلى ثلاث أشهر طبقا يعني للمعلومات الموجودة يعني يعني الدراسات السابقة فيما يخص هذا دراسات ثابت أما فيما يخص المراقبة الجودة هنا يختلف من طريقة مراقبة إلى أخرى فيه طرق يعني يمكن يعني ننجزوها في يوم واحد فيه طرق يعني تستغرق 15 يوم خاصة مراقبة الفعالية ومراقبة الاستعمال آمن للمنتج نعم طيب نعود إليك دكتور علواش فضل نزيد إضافة نعم نزيد إضافة يعني فيما يخص لزيتود استابيليتي تواصل بعد الإنتاج نعم نقوم بدراسة في تي زيرو يعني بعد الليبراسيو يعني لما نقوم بتحرير الحصص بعد ثلاثة أشهر بعد ستة أشهر تسعة أشهر إلى الصينيين قاموا بدراسة ثبات يعني طيب دي زيتود استابيليتي آنشين إحنا رح نواصلوا معهم في أما فيما يخص مراقبة الجودة لكل حصة لازم يكون عندها بلتاة داناليز بلتاة داناليز وين عندنا كل معايير فيزيائية الكيميائية والميكروبيولوجية هذه البروبياتي فيزيكوشيميك وبيولوجيك طيب تتر كنترولي أفا دي لبيري لفاكسا سور المرشي طيب بالإضافة إلى هذا اليوم ما هو ربما الفرق بين اللقاح المنتج في الجزائر وبين الصيني بطبيعة الحال مع اللقاح المنتج في دول أخرى مثلا مصر الإمارات شرعوا في إنتاج اللقاح السينوفاك الصيني ما هو الفرق بينهم وبين اللقاح الجزائر يعني في اتفاقية التي وقحها صيدال يعني نحن جرينا مفاوضات يعني لعديد من النقاط نعم بين النقاط تركزنا على التسمية العلامة التجارية هذا هو الفرق بين اللقاح المنتج في الجزائر واللقاحات الأخرى المنتجة في الدول الأخرى كيف ذلك كان اللقاح المنتج محليا هو اللقاح كورونافاك الذي صادقت عليه المنظمة العالمية للصحة وهو اللقاح مقبول في أغلب الدول الأوروبية ورح إن شاء الله يعني يمكن تصديره أي دولة تصديره ومعترف به دوليا منظم أما اللقاح لنتجه باستعمال علامة تجارية أخرى لازم نعمل طلب أولا للمنظمة الدولية للصحة لمصدقة عليه واعتراف به من دول أخرى يعني هذا رح يتطلب وقت هذا ما يمكن للمواطنين يتلقي اللقاح والتصدير أيضا ما يمكن مواطنين تم تلقيحهم بهذا اللقاح للسفر في الدول الأخرى وهذا مشكل يعني الدول التي يعني باش ما نقولوش تسدعو ولكن نساو نساو هذا النقطة وهي النقطة مهمة جدا مهمة جدا وأساسيا نعم طيب نعود إليك سيد بن هزيل أنت كلمو بخصوص قسانطينة تم اختيار مصنع قسانطينة لإنتاج هذا اللقاح هل إنتاج هذا اللقاح سيرتكز فقط على مصنع صيدار بقسانطينة أم أنه فيه نظرة أو خلطة أو استراتيجية من أجل نقل يعني إنتاج هذه اللقاحات لولايات أخرى على سبيل المثال أولا هو تم اختيار مجمع قسانطينة صيدار في قسانطينة نظرا للكفاءات والقذبات الإنتاجية والمؤهلات اللي يمتلكها مجمع صيدار في قسانطينة ونظرا للخبرة اللي عنده مجمع صيدار يعني هو كان انتج سابقا لقاحات يعني هو لقاح التهاب الكابد الفيروسي باء يعني لباتيت بي وكان انتج دواء بيولوجي آخر اللي هو الأنسولين يعني مجمع صيدار في الوقت الراهن يعني في وقت الجائحة وفي وقت المشروع كان هو المؤهل الوحيد يعني أنه يقوم بإنتاج هذا اللقاح محلي لأنه عنده الكفاءات والموارد البشرية والمادية لأنه مامكي كانت البحثة الصينية في التقرير قدمته البحثة الصينية أنه يتمتع المجمع صيدار بخاصة ممارسة الجيدة للتصنيع يعني بكفاءات عالية ما كانش فيه ملاحظات كثيرة يعني ملاحظات فقط للتحسين قام بها لمجمع صيدار لبلوغ القدرة الانتاجية التي تكلمنا عليها من قبل فيما يخص وحدة الانتاج خاصنطينا هناك وحدتين الوحدة التي استعملت لانتاج هذا اللقاح كانت موجهة يعني قبل هذا المشروع لانتاج الأنسولين مع شركة يعني معروفة وكبيرة يعني وحدة جاهزة لانتاج دواء يعني حساس مثل الأنسولين يعني وحدة لانتاج حقا نفس التكنولوجيا التي تستعمل لانتاج اللقاح ولكن شيء يعني شيء للاحظنا في الوحدة يعني كانت موجهة للانسولين ذات الأجيال القديمة نوع القديمة لهذا يعني اتخذنا قرار الوزارة بتشاور مع مجمع سيدار بتوجيه هذه الوحدة لانتاج اللقاح وتغيير مشروع إلى وحدة أخرى مشروع انتاج الأنسولين يعني اختيار هذا الوحدة كان لسبب جاهزيتها وتوفرها على إمكانيات يعني بمقاييس عالمية عالمية وبقدرات انتاج يعني تصل إلى مئتين مليون أو أكثر ولدينا وحدة ثانية نعم يعني قادرة تحقق الاكتفاء ذاتي وقادرة حتى أنه تصدر نصدره للدول الإفريقية ونساعده الدول المجاورة إن شاء الله يعني هذا بش إضافة هنا للزميل يعني هذا هم العوامي الأساسية لسبحة السينوفاك يعني شركة سينوفاك أنها تمنح رخصة يعني الانتاج باسم كورونافاك يعني هذه الجاهزية خاصة من يعني كما قال لك من الجاهزية قدرة إنتاجية لتجهزات إلى آخر نعم هناك مبادرتين تم إطلاقهما اللي هي مبادرة جزائر فاك وكذلك مبادرة أفريكا إذا أمكن يعني يعني أعطأنا تفاصيل يعني حول هذا يعني تعطينا جزائر فاك وهذا يعطينا أفريكا هي نفس نفس المبادرة يعني جزائر فاك هي موجهة الجزائر اللي راح يكون إن شاء الله منتج للسوق الوطنية ومبادرة ثانية ولحملة ثانية إن شاء الله لسميناها أفريكا فاك اللي راح نتوجه للسوق الإفريقية والدول متى يعني بالضبط يمكن لهذه الوحدة وحدة قسنطينة لإنتاج هذا اللقاح أنها تصدر لإفريقيا يعني يعني بالضبط بعد سنة بعد خمس أشهر لا بعد شهر شهري نحن كنا نستورد شهريا حوالي مليون ونص نعم لقاح يعني القدرات تلقيح يعني يعني الأشهر الأشهر الأولى من سنة 2022 نوصلوا لها يعني نوصلوا لعمليات تصدر نوصلوا لحقيقة الاكتفاء ذاتي 65 مش اكتفاء ذاتي 100% ولكن راح نوصلوا إلى نصف يعني بعد الأشهر الأولى إن شاء الله راح نبدأ نفكروا في تستير نعم إن شاء الله طيب نعود لنقطة مهمة الآن بعد ما نجحت الجزائر ربما في الحصول على أو إقناع الشريك الصيني من أجل الاستثمار في الجزائر في هذا المشروع المهم والحساس قدرتوا يعني أنه تجيبوا التكنولوجيا وتجيبوا الخبرة ويتم توطين هذا المصنع في الجزائر وهذا نجاح يحسب للجزائر وزارة الصناعة صيدة لليون الآن تكن مو بخصوص المادة الخام المادة الأولية نعرف تعملونها في المصنع هل عندكم رؤية أو استراتيجية مستقبلا من أجل أنه هذا المادة الخام تنتج هنا في الجزائر يعني خصوص هذا السؤال يعني المادة الخام هي باش نكون معا في الصورة هي مصنعين قلال في العالم ليينجوا يعني من المادة الخام نروح إلى الدواء أو للوقاح النهائي يعني هذه هنا ترجع خصوصا الاستراتيجية نتاع الشركة ولا تاع الحكومة يعني الاستراتيجية مصنع للوقاح ابتداءا من المادة الفعالة اللي هي المادة الأولية وليك تفيع على عمليات وسيطة في الإنتاج لمثلا كمع عمليات الفيل أن فينيش يعني تستورد المادة هذه الفعالة وتقوم بإنتاج يعني اللوقاح النهائي محليا يعني يعني هي بالطبع فيه يعني حك في مفاوضاتكم ربما أنت حضرت كل مراحل المفاوضات هل تم التطرق لهذه النقطة يعني مع الشريك الصيني كان أكثر كما قال الزاميل تطرق إلى تمديد القدرة الإنتاجية للوصول إلى يعني ما وراء الحدود الجزائرية والتصدير يعني هذا فيما يخص المشروع مع الشريك الصيني يعني تتم تطرق خصوصا يعني للرفع القدرة الإنتاجية فيما يخص لإنتاج اللقاح من المادة الأولية هذا يطلب ما تجهيزات تجهيزات اللي يجب أن يكتسبها مجمع صيدال أو المجمعات الأخرى يعني لتصمية الجزائرية هي باش نزيد إضافة برك يعني إنتاج المادة الأولية أو المادة الأخام يعني كورونا هو لقاح ليستعمل فيروس كورونا خامل أو غير نشط يعني هذه التكنولوجيا هي تكنولوجيا كلاسيكية مستعملة في استعملها استعملها باستور لإنتاج اللقاح مش تكنولوجيا لتطلب يعني التجهيزات كبيرة كولتور سيلولير يعني استعمال خلايا حيوية لتكاثر هذا الفيروس واستعمال رياكتف لإنكتف لإنكتف هذا الفيروس ماهيش استراتيجية سيدال راح تكون الفائدة بين اقتناء هذا البيورياكتور لإنتاج هذه المادة الحيوية أو المواصلة باستعمال المادة الخام منتجة في الصين يعني الإمبالانس بين البنفس كو بنفس إلى شاف يعني من بين النقاط الأولى التي تم تطرق لها مع الشرك الصيني مع الشرك الروسي هو إنتاج اللقاح من البداية من مراحل الأولى ولكن لتسريع يعني إنتاج هذه اللقاح نشوف اللقاح الصيني واللقاح الروسي واللقاحات المخابر الأخرى يعني عملوا طلب وقت حوالي سنة لإنتاج هذه اللقاح تعمل تجارب يعني إحنا فكرنا يعني بين إنتاج اللقاح من المرحلة الأولى رح يتطلب حوالي حوالي سنة أو ثمانية أشهر ثمانية أشهر وبين إنتاجه باستعمال المادة الخامة اللقاح 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 كانت المدة ستة أشهر كانت كافية يعني ربح الوقت ربما ربح الوقت ربح الوقت يعني لا ننسى يعني باش لتذكير برك الصيدال كان ينتج المادة الخامة للمضادات الحيوية في مدية نعم طبعا في مصنع مدية لزونتيبيوتيك هذه في السنوات فيما ماضى يعني ولكن منافسة المخابر العالمية وخاصة الصينيين والمخابر الصينيين نعم الصين والهند وين يقدم لك المادة الخام بأسعار تنافسية لما تقدرش يعني تنافس لهذا يعني مجمع الصيدال تخلى نوعا ما على إنتاج المادة تقريباً كون دول عالم تجيب المادة الأولية من الصين والهند يعني الدول الأوروبية والأمريكية تختني المادة الأولية من الصين يعني هما عملوا دراسات ولكن بعد يعني جائحة كورونا ونعطى الدرس لكل عالم يعني الأوروبيين والأمريكيين يفكروا باش يتوطين لإعادة هذه المشاريع إلى بلدانهم لستكون كنا سيادة صحية سيادة صحية وأمن صحية نعم طيب نعود إليك دكتور لأن تكلموا بخصوص الإمكانيات تكلمت أن الجزائر عندها الإمكانيات والقدرات تكلمنا كذلك ربما الدكتور تكلم على المادة الأولية وأعطينا مثال بمصنع صيدال بالمدية هل يمكن للجزائر اليوم وهل تتوفر كل الشروط بأن الجزائر تصبح رائدة في إنتاج هذه اللقاحات حقيقة هل تتوفر الانفراكس سيديكتور هي كائنا الآن مجمع صيدال يمكن نعتبره كمدرسة الآن بالنسبة للمصنعين آخرين جزائريين وكان فيه عدنا مصنعين لهم ينجوا المواد لأن هذه اللقاحات عبارة عن مواد معاقمة لازم لهم كافاءات كما قلنا بتجهيزات كان بعض صناع الجزائريين آخرين هم متوفرين في الجزائر ولهذا ما نستبعش الفكرة أنه تصبح الجزائر فعلا قطب لصناعة المواد البيولوجية أو البيوتيكنولوجية خاصة اللقاحات وخاصة الدرس اللي استفدناه من الجائحة أنه لازم يكون عندك توطين لإنتاج هذه المواد الأساسية يعني الميديكام أو طيب إذا عندك إضافة ربما بخصوص تفضل هذا اللقاح جزائر وقطاع الصناع الصيدلانية له الإمكانيات وإحنا وضعنا مخطط عمل وهذا طبيقا لمخطط عمل الحكومة في قطاعنا بش نروح إن شاء الله لإنتاج كل الأدوية ذات القيمة المضافة العالية التي تستعمل نفس تكنولوجيا وهي تكنولوجيا تعلق مواد المعاقمة يعني تلزم التجهيزات خاصة والتكنولوجيا والدقة يعني أكثر تعقيد من الأدوية الكلاسيكية وهذا لإنتاج الهرمونات الأنسولين والعلاج السرطان وعلاجات أمراض دم لتكلف دولة أموال وكلفة باهظة بهذا إن شاء الله نقسم من فتورة الاستيراد كما عملنا مع اللقاح وإن شاء الله راح بهذا نقسم من فتورة استيراد هذا اللقاح وندخله العملة الصعبة للجزاء بالإضافة إذا هذا اللقاح هل فيه إمكانية ربما لإنتاج لقاحات أخرى أكيد إذا أنك توصل عندك خبارات في مجال صناعة خاصة كما قلنا المواد المعقمة والمواد البيولوجية يعني بعد المبدأ والمبدأ العمليات الإنتاج يعني هو نفسه إذا صنحت اليوم لقاح كورونا تقدر غدا إن شاء الله تصنع بنفس الوسائل المادة خام يعني يمكن يكون فيها تغييرات خاصة فيما يخص يعني طرق مراقبة تجودة لأنها تختلف ولكن تغييرات يعني مش تغييرات لتكون كبيرة لكن الأصل هو أنه يعني السيطرة تحكم في عملية الإنتاج هو الأهم هو الأهم نعم كلمة أخيرة دكتور الوش تفضل غدا إن شاء الله الجزائر سيكون يوم تاريخي لإنتاج اللقاح وراح نكون إن شاء الله في الموعد وبهذا إن شاء الله راح نحق الأمن الصحي و نتمكن من تلقيح كل المواطنين لأن التلقيح هو الحل وحيد لطيئ قادر حتى أن نوته سنويا سنويا راح نتعيش مع هذا المرض لهذا يعني إنتاج اللقاح حتمية حتمية نعم كلمة أخيرة دكتور بن هازين صدق دكتور زميلي يعني إن شاء الله يعني حقنا المرحلة جد متقدمة من هذا المشروع اللي كان بدأ في ظرف وجيز ويعني هذا شرف أن الجزائر تكون يعني من الدول الرائضة في هذا المجال في إنتاج أو اللقاح ممكن في إفريقيا إن شاء الله وهذا شرف للجزائر نعم شرف للجزائر بإكملها وإن شاء الله مزيد من النجاحات إن شاء الله في كل الميادين إن شاء الله الدكتور بن هازين محمد أمين خبير في المواد الصيدلينية البيولوجية بوزارة صناعة صيدلينية شكرا جزيلا على كل هذه التوضيحات سعيد كثير باستضافتك إن شاء الله وكل توفيق لك كذلك أشكر الدكتور بشير علواش مدير النشاطات الصيدلينية والضبط بوزارة الصناعة الصيدلينية شكرا جزيلا إن شاء الله مرأة أخرى استضفوك لإنتاج أو تصنيع دواء آخر إن شاء الله إن شاء الله إلى هنا مشاهدي ومتتبعي قناة مهار نكون قد وصلنا إلى نهاية عدد اليوم من برنامج تساؤل تقبل تحياتي وتحية كل الفريق التقني العامل معي أطيب المونى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته